بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم ومبارك ونمع للنبي محمد والله مصلي وسلم ومبارك ونمع للنبي محمد لازلنا وإياكم في السلسلة المباركة والسلسلة الأسرة في الإسلام ولقد دخلنا إلى أركاني الزواج وتحدثنا في الحلقات السابقة عن الولي شروط الولي وتكلمنا كذلك عن بعض فقه العدة وفقه الطرفي الزوج والموانع التي تمنع الزواج سواء من طرف الزوجة أو الزوج وكمان أعلم أنه لكل عقد صيغة وصيغ العقود تختلف والزواج له صيغ يقبل بها هذا العقد ويوتق ويصير ميطاقا غليدا ما بين الزوج والزوجة في هذه الحلقة سنتعرف عن هذه الصيغة مع فضيلة الشيخ الفاضل أستاذ عبد الله بن هاري حفظه الله أستاذنا الفاضل ما هي صيغة الزواج في الإسلام أو كيف يمكن أن نعرف هذه المسألة وهي مسألة الصيغة التي يذكرها الكثير من الفقهة بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وصحبه المسلم جزاكم الله خرسدي محمد الله أحفظكم الله يكرمكم الله أرفع قدركم أولا تحدثنا لكي نبين للناس ونبسط لهم مسألة الزواج لأنني أنطرق من واقع هذا الواقع غريب جدا بحيث تحضر في بعض المرات لهذه الخطبة فلا يعرفوا الناس ماذا يصنعون يأكلون ويشربون ثم يقومون ويقول لقد خطبنا أنا ما أسمع شيء أنا نقول ما الذي تقولون ما الذي تفعلون لا بد إن شاء الله تبارك وتعالى يكون هم كل ولي ها هو نقول الولي هو ها هو والدها حاضر أسدي حاضر الحمد لله نقول إن شاء الله تبارك وتعالى المسألة الثانية الطرفين تعالى العقد ها هو إن شاء الله تبارك وتعالى الزوج والبن ترها معروفة بإذن الله تبارك وتعالى ها هو المسألة إذن واسمه بقنا بقينا الآن الصيغة الصيغة تعالى العقد معنى الصيغة هي إن شاء الله تبارك وتعالى إعراب الزوجين على أنهما قابل أن يقترن بكتاب الله وسنة رسول الله على أن يعيش زوجين ويبنيان عشا هذا ينبغي إن شاء الله أن يعبر عن ذلك بكلامهما حتى يسمع الناس لأنها غدين جمورها واسمها غدين جمورها الشهود يشهدون على كيف يشهدون على أمر مسكوت لا ينسبوا للساكة لا ينسبوا للساكة هذا كلام أصول نحن لن ننسبوا لإنسان إن سكت كلاما لأننا قد تجنينا على أنفسنا وجنينا على الآخر ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى لابد أن تكون هذه الصيغة الصيغة مسألة بسيطة يأتي مثلا هكذا الصيغة يجي هكذا إن شاء الله تبارك وتعالى الصيغة يقول له مثلا أنا جئت أخطب ابنتك على كتاب الله ونسنة رسول صلى الله عليه وسلم يعني أنا أرغب أن أتزوج من ابنتك إن شاء الله تبارك أو يتكلم وكيله بصفة وكيل عن فلان فإنني إن شاء الله أخطب ابنتكم على كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وطبعا أنما جئهم إلى البيت ما جاءوا إلا إلى هذا الأمر ولكن مع ذلك ينبغي أن يسمع الناس إحنا جئنا إن شاء الله نخطبه عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى هذا كالسيد الوالد يقول له أنا الآن يقول له إحنا عندنا إحنا يقول مرحبا بكم هذا لا يكفي إحنا عندنا في العادة وهذا شيء يعني كيقول لهم تزوجوا ولكن على الناس يتفقهوا لآن عندما كيلا قابول ولا إيجاب لأن الصيغة الصحيحة التي تعتبر بإذن الله من شروط صحة العقد الصيغة كتكون فيها القبول والإيجاب ولا الإيجاب والقبول الإيجاب يكون منين؟ منين يكون الإيجاب؟ يكون من ولي الزوجة ونحن الآن يعني عرفنا وعلمنا وإقنا أن الزوجة يعني قابلة ما كيحتموا شكي هذا فقط لإعلان أمام الشهود بإذن الله تبارك وتعالى أما اليوم راح تزوجك تجي وتمشي عند العادل كما تشوف وتوقعه كتتكلمه ويسمعه منها الآن ما بقيتش كما بك إذن فأنا جيت نخطب عليك مرحبا ما كيحتشي حاجة يعني هي في الحقيقة في العرف يعتبرونه زواجا لأنه غاديمشون بعد عند العدول وغاديدور ذلك المسائل وكتبوها يعني ما يوثقوها وهذاك شيء لكن حنايا في الحقيقة لو أن الناس كانوا يتفقون كيقولوا إحنا جينا نخطبوه عليك بنتك على أكتاب لو سنت رسول الله يقول له مرحبا ومن بعده واسمه ويسكت لأخر لا يخص مثال يقول أنا أنا زواجتك في فعل الماضي زواجتك ابنتي فلانة معينة زواجتك نتعلي خطبت عليها زواجتك ابنتي فلانة المعلومة على كتاب السنت رسول الله زواجتك أما يقول أزوجك لا أزوجك لا أو لا سأزوجك لا يكون في فعل الماضي احنا عنا فعل الماضي دائما الله تعالى حينما يعبر عن أمر واقع يتحدث عنه بصغة الماضي اقتربت الساعة اقترب للناس حسابهم ومن في غفلة مؤلاء دائما إذا زواجتك أي المسألة فاضية زواجتك ابنتي صافي لن أعود ولن أتراجع زواجتك الأمر قضي ليس باللعب ولا الهزل ولا ولا زواجتك ابنتي آه الآن أسموه خصيخون هذا يسموه الإجاب يعني قبل الإجاب الآن يخص الزوج أو المنين وبغير يقول قبلت قبلت يخص القبول قبلت يعني الزواج بابنتك قبلت إذا الفعل من الشروط انت على الإجاب يقوله زواجتك في الماضي أو لا أنكحتك بالكلمة التي تعنيه إن شاء الله أو لا أنكحتك في الماضي وكيقوله إن شاء الله زواجتك ابنتي فلانة فلانة أو لا يقوله مثلا زواجتك أو لا زواجتك لأحدكم ولا لا يخص يكون معلوم هو يعني يعني غير بغيت نسهل على الناس سمح لي نعم كالقابول وكالإجاب سيدي جي اللي كي يخطب يقوله أنا أخطب تعليق كتاب يعني بنتك على كتاب لأس الأخوار غير يقوله أنا يا مرحبا بكم وكذا أسيدي زواجتكم أنا أصد هذا المسائل كتوقع يتزوج فلانة ويعينها ويقول لقد قبلت أو زواجتك ابنتي وعند العرس يعني يجدوا ابنتا أخرى نعم هذه المسائل لا بد من تعيين لا بد من تعيين هذه تكلمنا عني في الحلقة الماضية لا بد من تعيين نعم نركز على المسألة نركز على المسألة أنني زواجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسط رسول الله زواجتك في الفعل الماضي أنكحتك ابنتي فلانة وانت حاضر هو حاضر إذن يجب سيكون تعيين ويكون إن شاء الله الصيغة تكون في مجلس واحد لا يقولون مثلا الآن دعني إن شاء الله تبارك وتعال أرد عليك لا إذن فضل مجلس فلا شيء تكونوا إن شاء الله تبارك وتعال في المجلس الواحد هذا إن شاء الله تبارك وتعال إذن كاي الصيغة المسألة أنت زواجتك ونخرج قبلت هذه أنا ألاحظ أن في الخطبة عند كثير ممن أحضرهم لا يفعلون ذلك قريت شيء حاجة كتقول مثلا في المغرب أني يقول له أنا جيت نخطب عليك بنتك على كتاب لا وصد رازي يقول له وديرني أرحبا بكم وكذا وكذا كيقولوا كيقولوا الآن هذا الزوج خطب خطب فتحة يعني بحال يعني بحال يعبرون القراءة الفتح يعبرون على أن هذا المجلس قد تم وقد يعني كانت ولكن في الحقيقة من ناحية الشرعية لو أن الناس يتفقون في الدين كان عليهم أن يتلموا بالصيغة الشرعية يجب أن يتعلم هالناس بارك الله نمر إلى رقن الآخر وهو رقن المهم وهو رقن الشهود يقول نبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فالشهود مكانتهم جليلة وعظيمة في هذا العقد وهو عقد النكاح كيف يمكن أن ننظر إلى مسألة الشهود وهل يلزم الشهود عند إرادة التزويج والزواج بناء البيت هو مسألة عظيمة في الإسلام هذه الأسرة التي تفككت هذه الأسرة الآن التي احترقت واشتعلت فيها النيران الخلافات لم يعود الناس يهتمون بقضية الأسرة الآن كغلخية ملك حلا صحب ولذلك لا بد أن يساهم المجتمع كل المجتمع في وضع هذه اللبنة في المكان الصحيح وعناية تماما كذلك الذي يدخل إلى بستانه ويغرس شجرة ثم يتعاهدها سنة بأكملها بالسماد والسقي حتى تستوي ثم تتجذر أنا ذاك لا يخشى علي من الرياح من الرياح العاتية فلا بد للمجتمع كلها يساهم بما يستطيع في بناء البيت المسلم ولذلك الشهود ضرورة يا أخي حتى لا ينتشر الفساد وحتى يعلم الناس أن فلان تتزوج من فلان وأن هذا حلال حتى إذا رأى مثل رجل يخرج مع تلك المرأة يكون الناس على علم أن هذا الخروج مع هذه المرأة هو مسألة شرعية لأننا حضرنا وشاهدنا في مسألة المجلس الماضي أنه تزوجها وزوج الولي يعني هذه المسألة ستكون هكذا اليوم أصحب كما قال لي واحد قال لي الأخت انتاعي تأتي بالشاب إلى البيت وأحاول أنا أنهى وكيقول لي ببايا المسخوط وصلك تقول اسمه هاتش هذا وفين وصلنا هاتش وتعرف اسمه صعب الآن في الفيسبوك وفي الواتساب واسمه كيقول يا صاحبي تعرف اسمه كيقول لا حول ولا قوت إلا الوالد الآن يقول البند يلو قلها ما عندك لاش الزوج مرا كوش قادر تحمل مسئولية روح محتد تتعرف هذا وأنا عندي كثير من الحالات في الواقع والله الذي لا إله غيره الإنسان يشيب واحد السيد في بلاد أوروبي يدرس وتدرس معه البنت وفي البيت معاه وحينما خطبها على أبيه ما بغاش يدل الكاغت أنا الذي تدخل يعيش معاه في بلد أوروبي ويدرس ويخلو ماشي يخلوان ده درش على الخلوان رينا في بيت واحد أنا ما فهمتش أنا هذا وانا واش شاركتش للغربة يلدينا السيم وحمد في الله والله إن والله إن تحت الأرض خير لنا من فوق الأرض لها تشلر وقسم بله لأن واحد التملص من مسؤولية الدعوة عند الحركات الإسلامية وعند العلماء في المغرب قسم بالله إنني أتحرق وأسأل الله تبارك وتعالى يعني واحد السكوت خريب على هذا الذي نرى هذه العلاقات المتفلتين صحيح علاقات متفلتين ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى مسألة الشهود مسألة ضرورية وكلما أكثر الشهود كلما كان أحسن وأفضل لأن العلماء اشترط بعضهم أن يكون الشاهد والشاهد عدلين ما نشاهد عدل ما نشاهد أن لا يكون عياذا بالله ممن ثبتت فيه واسمه يعني الذي يقدح فيه شهادة السيدر بقال ولا تقبلهم شهادة أبدا من هم الذين لا تقبلهم شهادة أبدا الذين والعياذ يرمون المحصنات هذا ذهبت شهادته فلا يمكن أن يقبل في الشهادة وهناك الكثير من أصحاب الكبار الذين تسقطوا شهادتهم في الأمة حين مكت الأمة أمة تخاف الله وتعظم حرمات الله تبارك شارب الخمر الذي ثبت عن الزنا والأرام المحصنات وأكلوا الربا والساحر والذهب إلى الساحر والمصدق للكاهد يعني لو أنك غربلت المجتمع المغربي في وقتنا على أساس القواعد التي وضع العلماء في من يقبل ولا يقبل في الشهادة أرى 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 كما واحد السيدة العالم كهنة فوجدان مات رحمه الله كنت أصاحبه إلى مدينة أحفير كان عين قاضي في القروية في قروية أغبان وكنت أجتجذب مع طرف الحديث في الحافلة كنا نذهب في الحافلة قال لك قال لك قال لك فأين هم العدول يعني في ذلك الوقت يقول لك أين هم العدول ذلك الزم يعني في ذلك الزم أين هو الإنسان العدل الذي تقبله شهادته وكان يعد شوية نعم إذن هو كان ينظر بمنظر العالم وقاضي كان ينظر بمنظر العالم القاضي أن هناك الرجل اللي زوجته تخرج متبرجة كيف يمكن كيف يمكن يقبل الشهاد في المجتمع يعني مسلم طاهر هو ذات وزوجته هو ذات وزوجته لا يغار عليها كيف يمكن أن يقبل شهادته وهو يفرطه في عرضه كيف يمكن لهذا أن يكون شاهدا على بناء بيت المسلم يحافظه على العرض الذي هو من قصيد الإسلام الكبرى ومن كلياته الكبرى التي جاء إسلام لحفظها يعني ولذلك كل ما كثر لأن نحن لا نطلب منهم تحري هذه المسألة التي كانت إن شاء الله من الظوابط الملتزم بها في مجتمع الإسلام الذي هو عظم محرمت لحنا موقناش لكي نحن نكثروا نكثروا إن شاء الله تبارك وتعالى نكثروا هؤلاء الشهود بش يحضروا إن شاء الله تبارك وتعالى يعني لا بد أستاذ من فاضل من شهود ركن آخر هو ركن مهم جدا ركن تجادبته الكثير من الأراء الفقهية ووقعت كذلك كثير فيه من الشبهات هو ركن الصداق صداق المرأة تسمحنا الاستماح مجلس الله تبارك وتعالى في قضية الشهود يعني كانش مسائل بإذن الله نشير إليها فقط يعني بطريقة عابعة شوف الله رحمة الله الوالدي الشهود مهمتهم قصوى لنفرض أن هذا الذي خطب وكذا وكذا أراد أن يفصم العرى مباشرة من ذا الذي سيضمن الحقوق تلك الفتاة التي خطبت وزوجت في مجلس واحد منهم شهود شهود تخيل ما كالشهود واسبو غدي وقع ضعت الفتاة ضعت حقوقها لا يمكن أن تشتبيت أنها متزوجة والله هذا الشره وقع 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 ولم يريد أحدون شوف هذا الشيء قعد في قضية من وصل التوثيق لم يريد أحد أن يشهد معه هذا الشهود هذا هذا الشهود هذا ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى فحضور الشهود زيادة على أنه ركن من أركاني صحتي العقد لكن وجودهم ضروري للحالات الطارئة لخلافات التي يمكن أن تنشب في المستقبل لي 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 فالشهود تقريبا هو فيلي فيلي دي البناء البيت إذا قلعتهم سقط هذا البناء وإذاك سيد بدائم يقول وأشهدوا إذا وعد لي منكم هذا قضية طلاق مش عاد في الزواج في قضية في صام عراء الزوجية في صور الطلاق واشهدوا إذا وعد لي منكم وأقيموا الشهادة لله لله الشهادة إذا إن شاء الله تبارك وتعالى هذا فقط أردت والمشيرة إليه بلد يعني الركن نمو بالله الركن الصدق أستاذ الفاضي ماذا يمكن لك أن تقول أن في هذا الركن ما هي حيتياته وكيف كرم الله سبحانه وتعالى وديننا الإسلامي المرأة من خلال أن يهب الرجل ويحرص حرصا كبير على أن يكون له صداق حتى يستحل بضع المرأة الله تبارك وتعالى هو الذي قال ذلك من فوق سبع السماوات تنزله قرآن يتلى إليه القيامة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا الله تعالى هو الذي قال وآتوا النساء صدقاتهن وآتوا أمر الله تعالى سبحانه عز وجل لمن يريد أن يقترن بالمرأة أن يعطيها الصداق تكلم الكثير من العلمانيين الآن هؤلاء المتفسخين الذين يزعمون أنهم يفهمون الحياة قالوا إذا كانت قضية الصداق يعطيها الرجل للمرأة مقابل الاستمتاع فالمرأة هي الأخرى تستمتع فلماذا لا تعطي الصداق على الرجل فنقول له إذا كان هذا هو منطقك فلماذا لا تذهب المرأة لكي تختب الرجل هي بذات تبشي تختب وتعطي إن شاء الله تبارك وتعالي شيء حاجة ديال الصداق باش إن شاء الله تعرب على أنها تريد أن تقتل إذا أردتم للمرأة أن تصل إلى هذه الحالة من الابتذال فأنتم وشأنكم لكن الإسلام شيء آخر المرأة مصانة المرأة تخطبها على وليها المرأة هناك إن شاء الله الشهود المرأة هناك صغة المرأة هناك شيء تقدمه عربون على أنك صادق في إرادة الاقتراب الصدق هو الإعراب عن الصدق في إرادة الاقتراب بها ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى مسألة قضية الصدق هو بحال كما يتكلمون الناس بحال مثلا في الحضار الغربية يعطي لها وردة ما يعطي لها وردة يعبر لها على الحب زيما أنا أريد كمثال يعطي لها وردة نحن إن شاء الله تبارك وتعالى في الإسلام هذا يعتبر أنت بعض الناس كي يقولوا بإلا هذا ما يوصل إلى درجة أنه أركن كذا ولكن كلهم كلهم كل العلماء يقولون بأنه لا يستحل الرجل أبدا المرأة إلا بصداق والصداق هو إعراب هذا الخاطب عن صدقه في إرادة الاقتران بهذه المرأة لا بغيرها فيعطي ذلك ولو كان قنطار أرى 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 السيد يبقوا يزيير أرى هو بغير يختب ويزيير أرى ويقول ما بغير يعطون يقول أعطي الناس سبعة ملايين يقول له ما أعطي وعشر هم بغير هاشر أرى 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 ويقول وليذلك سيدنا عمر رضي الله عنه ذات مرة يقال أن الحديث ضعيف لكن استأنس به ذات مرة خطب في الناس فأرى أن الناس يغالون في المهور فسيدنا عمر رضي الله كانت عنده نظر ثاقبة كان يرى أن كما قال المصلاح أقل كنا بإذن الله أعظم كنا باركة ولذلك سنتحدث عن كيف كان يزوج بناتي أو كان يزوج النساء والمهور التي كان بإذن الله تبارك وتعالى يقترحها عليه الصلاة لكي سير الحلال قال سيدنا عمر قال بلغني أن هناك مبالغة في المهور وإنني عزمت بإذن الله تعالى على أن أجعل مهرة إن شاء الله كذا كذا لا يتجاوز مهرة بنات النبي صلى الله عليه وسلم أو النساء أو شيء حاجة بهذا الشكل يعني يعني يريد أن يحددها ويحجمها ولا ينبغي للمسلم إذن يتزوج أن يزيد على ذلك قيل أن امرأة قامت في وسط النساء وقالت ليس لك ذلك يا أمر انظر إلى هذا المجتمع الطيب الطعام فقال لها من أين لك هذا قالت من كتاب الله وكان رضي الله وقفا عند كتاب الله تعالى قال أين قالت وإن أتيتموا إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثم المبينة وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاق غريضة هنا ذكر الله الميثاق الغريض الميثاق الغريض إذا أردت إن شاء الله أن تقترن بمرأة فأنت بإذن الله تبارك وتعالى ينبغي أن تعبر عن ذلك بأن تعطي الصدق ولو طلب هؤلاء صدقا كبيرا ولم تستطع كان لهم العذر في أن لا يقبلوا كان لهم العذر في أن لا يقبلوا وهذا الصدق ينبغي أن يكون معينا في الجلسة وأن يشهد عليه الشهود وأن يوثق إذن فالصداق إن شاء الله تبارك وتعالى مسألة مهمة لا تمكن المرأة نفسها من زوجها إلا إذا أعطاها الصدق يعني لعظم مكانة الصدق ممكن سيد الفاضي تعطينا نقدة مختصرة عن فقه الصدق يعني كيف هل الصدق محدد في الإسلام أو غير محدد كيف كان نبيعي صدق السلام يعني يتعامل مع هذه المسألة سواء عندما كان يصدق نساء أو بناته وما هي أقوال الفقهاء في مسألة الصدق يعني من ناحية مجملة يعني من ناحية عام الصدق إن شاء الله تبارك وتعالى الفقاء كلهم يتكلمون انطلاقا من سنة رسول الله القولية والفعلية بعد كلام الله الله قال وآت النساء صدق فليس بعد كلام الله كلام فالله تعالى هو الذي أمر هذه اللولة النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يقرب الحلال إلى الأمة ولذلك كان عليه الصلاة والسلام حينما يتزوج عليه الصلاة والسلام يصدق زواجاته وكل وحده وكيف كان الصدق انتح ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة لسيدنا علي حتى قال أين الدرع الحطمية لم يجد ما يعطيها فكان صداقها يعني قليل جدا لسيدة نساء العالمين راحا ورحل وإهام تعصبه الجلد يعني هذه سيدة نساء العالمين وكان رسول الصلاة لا يشترط عند تزويج بناته يعني يقول التمس ولو خاتم من حديد التمس ولو خاتم من حديد أنا بصلاة جاءتهم مرأة في مجلس وأردت تهب نفسها إلى النبي فخفض ورفع العينين والبصر صلى الله عليه وسلم فسكت حياء وكان لا يريد أن يجابها أحدا بما يكره فكان أحدهم حاضرا فقياس إن لم يكن لك بها إرب فزق وجنها فقال عندك شي حاجة فذهب ولم يجد شيئا قال التمس ولو خاتم قال ما عن دواله فظل جالسا حتى قال علي الصلاة والسلام أتحفظ شيء من القرآن قال نعم صورة كذا وقال زوجتكها بما معك من القرآن وهنا يعني تقريبا فقاك يقول بعضهم يقول أن صداقها هو أن يعلمها القرآن حينما إن شاء الله تبارك وتعالى تقف مع كلام بما معك بما معك لم يشترط لم يشترط أن يعلمها بما معك لماذا لأنه لو كان معك القرآن لكان ذلك ضمان لتطبيق الإسلام مع زوجتك فلا يمكن لمن ملأ الله تعجفه بالقرآن إن يظلم المرأة فكأنه يسلمها لمن ملأ الله جوفه بالقرآن وأنا حضرت لأعراس أعطى فيها أعطى فيها الرجال الصدق مصحف 22 درهم وطلبته البنت وطلبه الوالد هذا السل كان والآن عندهم البنين والبنات والآن أصبحوا أجداد عندهم أحفاء تزوجت أنا حضرتها حضرت لهذا المسأل مصحف إخوان متدينين وأخوات متدينات اجتمعوا لكتاب النساء الرسول والصدق كان فقط إن شاء الله تباركه وتعالى هذه واحدة الآن إن شاء الله تباركه وتعالى النبي كان يوجه الأمة لتسير الزواج أن يكون الصدق قليلا فلا دعي للمغالات في المهور إذا كانت المغالات في المهور فقط وللمباهات هذا خروج عن مقاصد الإسلام وغاياته الكبرى الذي يريد تزويج الشباب فلا ينبغي للصدق أن يكون عرقلة في وجه الزواج لا بل ينبغي أن يكون إن شاء الله تباركه وتعالى السبيل لتشجيع الناس على الزواج ولو اقتضى الأمر أن الفقيل لم يجد ما يعطيه للمرأة لأعطاها أقل القليل كما قال ولو التمس ولو خاتم من حديد التمس ولو خاتم من حديد هذه إن شاء الله تباركه وتعالى مسألة أخرى الآن ويعيدها بالصدق ويدخل عليها دون أن يعطيها أي شيء هذا ينبغي أن يحذر الأخ أعطيها ولو شيئا قليلا فلا ينبغي للمسلمين أن يستحل زوجته ولم يعطيها شيئا مثلا تفق على ألف درهم أنت على الصدق يعطيها مئتي درهم والباقي باقي في ذمته آه الآن هذا الذي يبقى في ذمتك وجب عليك أن تؤدف هو دين عليك لأنه حق للمرأة كان كبيرا أو صغيرا أو متوسطا وأيما مسلم تزوج مرأة على صدق وفي نية أن لا يعطيها إياه لقي الله زانيا هي معلها لقي الله زانيا كمن ذلك الذي يستدين وفي نية أن لا يرد الدين لأهله لقي الله إن مات سارقا ولذلك النية مهمة أنت ما عندك شحنا لا نمنعك من زوجتك أسنزوجك أعطيها شيئا قليلا أعطيها شيئا قليلا أعطيها ولو القليل من الصدق قليل من القليل ثم ذلك الذي يبقى على كاهلك فلتكن نيتك أن تؤدي الدين الذي عليك وإن كنت عياذا بالله تنوي أن لا ترد وإذ مات مات زانيا لقي الله زانيا وإن كنت إن شاء الله تعالى ممن ينوي أن يرد ما قديش فالله تبارك وتعالى يقول من استدانا واقترض المال من الناس وفي نيته أن يرد واستغفرغ كل الجهد واستثمر كل السبول والوسائل لتأديته ولم يستطع أدى الله عنه الله يؤدي عنك لأنك كانت عندك النية ترد ودرت إن شاء الله تبارك وتعالى الواجب ديالك لكن ما وصلتش بالصحة أنه يكون عنده النية أنه بإذن الله تبارك وتعالى ما يعطيهاش هذا زاني هي ما لها والو ولكن هو وزان فاضل واحد الصورة في هذه المسألة هي أن الإنسان يعطي الصدق للمرأة دياله ويعيش معها مدة وبعد ذلك يسترد منها صدقة يعني كانت شرى الدهب مثلاً ولا ويهاجر به أو يعني يعمل تجارة وتمر الأيام والسنين ولا يرجع ذلك الصدق وإذا طالبته قال لها أنت كنت تأكلين وتشربين وأشتري لك كذا وكذا فما هو توجيهكم لهذه الفئة جزاك الله أخير هذا يقعوا كثيراً لأن بعض المرات يقع الزوج في ورطة أو يوقع نفسه في ورطة لأن هناك من لا يحسن التعامل في هذه الحياة شب أخوي أنا كنت أجيب عشرين فرنك في الشر أنا أعيش على عساب مئتين درهم ما أني أنا أنا أجيب خمسمائة درهم في الشر أنا أعيش على عساب خمسمائة درهم في الشر لماذا أحمل نفسي إن شاء الله تبارك وتعالى ما لغطيق قال لك الدين بدرهمين مسود الخدين قال لك الدين ويسود الخدين ولو بدرهمين لأن يسمح الإنسان تحت رحمتي ذلك الذي على شكل بس لك يقول لك اللهم إني أعوذوك من غلبة الدين وقارري جعل ما كاش ليقار رجال بحل كريتي لها ليوقع شي واحد تحت كريتي لها ليحوش شي واحد عن شي واحد تقف شو تقف عند أصل جبل والجبل يشك وأن يقع عليك أهول من أن تقف عند إنسان تريد ومن وأن تستليف منك والله والله خاصة في زمني أصبحت درهم يعبد والعياذ بله ولذلك هذا الرجل طلب من زوجته بعد الزواج ذهبها الذي هو الصدق باش شاء الله تبارك وتعليه دير شي حاجة فعطته عن طبي خاطر وقالت لوري نسلف الكتر بيخلف عليك هو أخذه وحينما تطلب بعد السنوات حقها كيقول لا ركي تكون يتشر هذا ظالم سارق لا حقها كريتي أقول لكل رجل أخذ مال زوجته في وقت من الأوقات الذي وجد نفسه فيها متورطا أو في مسيس الحاجة للمال فأخذه من الزوجة عن طريق الاستدانة ثم بعد ذلك حينما قرى ما أرابه بعد سنين يقول لها أنا لا أرد لك فهو سارق وأخشى أن أقول الثانية اللي هي زاني أخشى أن أقول الثانية لأن الأولى رأى زاني اللي كان داب باللول بنية أن لا يرد زاني يبعث يوم القيام شوف في المصلك هذا الحديث أنت عن بيس الله عليه وسلم أما هذا الذي أعطارها الصداق وعاش معها وفي التالي سلف عليها ومن يقضى سوالح يقولها مرض لك شركك ليتي وشربتي هذا سارق وضيع الحق المراد يلو هذا هذا سارق وأخشان أقول الثانية لأنه زاني ولذلك إن شاء الله تبارك أنا بإذن الله الوقت طال أتمنى إن شاء الله أن نعود للصداق وللتوثيق في اللقاء القادم إن شاء الله شكرا للمشاهدة للمشاهدة للمشاهدة